صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جئتنا به نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة في شرح كتاب رياض الصالحين ونحن نقرأ في باب الاستقامة وسبق أن الاستقامة هي عدم لعوجاج وعدم الميل وأنها في الاصطلاح هي لزوم المنهج المستقيم الصلاة المستقيم وسبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو عمرى سفيان بن عبد الله قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم الحديث رواه مسلم يعني أنه صحيح وكنا نتكلم في الدرس الماضي أن الاستقامة أربعة أنواع استقامة في الأزمنة واستقامة في الأمكنة واستقامة في الأحوال واستقامة في الموضوعات ووصلنا إلى النوع الثالث سواء كنت مريضا أو صحيحا فلابد أن تلزم تقوى الله تعالى سواء كنت قويا أو ضعيفا سواء كنت غنيا أو فقيرا سواء كنا في أزمة أو كنا في دعة فنحن مدعوون إلى أن نلزم الصراط المستقيم نلزم تقوى الله تعالى بيحكوا بأنه في رجل متعلق جدا بالحياة وصيب بمرض قلبي والطبيب قال له بدك عملية قلب مفتوح خاف هذا الرجل أن يموت في غرفة العمليات قال لابنه لواحد من أولاده يا أبي جب لي مسجلة ووكمان هذه الصغيرة ما كان فيه جوالات وجب لي شريط كاسية فاضي فالابن جب له لأب وقال له شو بدك فيه وقال له جب لي ياهن فالابن جاب هالي مسجلة لصغيرة وجاب للشريط الفاضي الأب المشفى قبل دخوله إلى العمليات قال له تركوني طلعوا من الغرفة فطلعوا الأب سجل على هالي مسجلة بالتسجيل حقوق الناس عليه فلان له معي كذا وفلان أنا آكل عليه كذا وفلان أنا معتدي عليه بالشركة وفلان آخد له بيته وفلان آخد له سجل عليه الشركة بس خلاص قال له تفوتوا فاتوا بيقل له لابنه بيقل له بابا شوف أنا حبفوت على غرفة العمليات إذا صر لي شي لا سمح الله متت بها الغرفة تسمع هالي شريط شوفي بقلبه بتنفز يا ابني ها وعاك وعاك يا بابا الله يرضى عليك تره قال له إذا أنا طلعت من العملية سالم بقل لك شو تساوي فيه والله فات على غرفة هالعمليات نجحت العملية الحمد لله 100% طلع قال له لابنه وين لشريط قال له ليك ومعي قال له كسروا كسروا شو نفكر حالك يعني الله ما بيمسكك إلا بغرفة العمليات تبع جراحة القلب والله عسرير عرساك الله بيجيبك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومو بس واحد يمرض يسير بد يتوب ويرجع إلى الله عز وجل انت ومريض وانت وصحيح بدك ترجع إلى الله عز وجل مرات تجد إنسانا وهو غني ما شاء الله منضبط بالشريعة حتى إذا افتقر شيئا بيقول لك أخيهات لنشوف بهالدفاتر الأديمة إذا فيه شي حدا بنقدر يعني نأخذ منه مالا ما أخذناه سابقا أو أخذناه بس نقدر كمان نأخذ مرة ثانية هذا نجح بالغنى بس رسب بوقت الفقر في ناس بالعكس هو فقير تلاقيه بالمساجد وبالإقبال على الله والدعاء والرجاء والدروس ومجالس عنم وحفظ القرآن بس صار مع شوية مصاري يا لطيف ما عاد شفناه بالجامع ظليت أصلي حتى حصلي لما حصلي بطلت أصلي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتحتاج الاستقامة إلى استقامة في الأحوال سواء كنت مريضا أو صحيحا قويا أو ضعيفا شوفوا يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انضباط كامل بشرع الله مع أنه أحد انكسر المسلمون وفي غزوة فتح مكة عندما انتصر المسلمون كمان انضباط كامل بشرع الله عندما مات ابنه انضباط بشرع الله وعندما زوج ابنته انضباط بشرع الله عندما كان في مكة مستضعفا انضباط بشرع الله وعندما انتقل إلى المدينة زعيما انضباط بشرع الله شايف هذا هو المسلم مشان هيك قال قل لي في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم هذا هو الدين فأنت يا أخوان ويا أخوات وطنوا أنفسكم خلاص أن تستقيموا وذو الوجهين لا يكونوا عند الله وجيها إذا واحد هيك له عدة وجوه هذا عند الله لا شأن له ولا مكان له ولماذا لا تستقيموا انت بإذن الله بإذن الله تقادر على الاستقامة وسأخبركم بمعينات الاستقامة في آخر الدرس فالاستقامة أربعة أنواع استقامة في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأحوال ورابعا استقامة في الموضوعات أحيانا أيها الإخوة تجدون شخصا صلاته مئة بالمئة صومه مئة بالمئة حجه مئة بالمئة زكاته مئة بالمئة علاقته مع النساء صفر بالمئة حافظ ذا القرآن الكريم محافظ على صلواته بس بقى يعني بيحب هيك يحكي مع النساء بيراسلون بيراسلوا بيحب هيك يفتح سير بيتكلم كلام لائق غير لائق بيقول لك ما هيك حكي أنا بحب والله ما بعرف شو الصيد اللي عندي رسبت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هلأ أنت زل قدمك كلنا تزل أقدامنا بس إذا زلت قدمك قم ارجع أم لا بس سعة وحافظ الأرقام كيف تستدل أنه هو بدي يتوب أو ما بدي يتوب نخلي الأرقام عنده هو بيقول لك الله يلعن بليس والله ما عاد أحكي معه بس بخلي كل الأرقام بما أنه نخلي كل الأرقام هو لا يريد أن يتوب له أصحاب سيئون بيسهر معهم وعندما يكونوا معهم يفعل أشياء سيئة بعدين بيرجع على بيته بيزعل وبيندم وبيستغفر والله يلعن بليس وأنا ما عدي أرجع كيف بتعرف في أنه توبته صادقة أو غير صادقة إذا خلأ أرقام رفقاته وظلوا عم بيروح على بواب بيوتهم أو يسمح لهم يجو معناك لا يريد أن يتوب بس بدك تتوب بدك تترك أهل المعصي أما بدك تقاعد مع أهل العصي مرافقهم قال خلص أنا بس حاب رفقهم بس ما عد يعني أفعل المعصي بس هيك يعني رفقات بدي حبهم ما نات توبته غير صادقة استقامة في الموضوعات أحيانا تجد إنسان صلاته جيدة وصومه جيد وزكاته وحجه جيدة بس معاملاته المالية الله أكبر صفر صفر قلت لكم مرة أنت زعت مسجلة السيارة في أخ الله يزيد خير كل فترة وعطيه السيارة يشوف لي شوف بها أخذ السيارة نزيل قال لي أستاذ هيا المسجلة إذا بدنا نصلحها نسيت شو الرقام بس مثلا قال لي إذا بدنا نصلحها ببدا تكلف عشرة ألاف إذا بتحب نركب لك مسجلة جديدة بـ 12 ألف يعني تقريبا هي كانت الأرقام قديم قالت له شو رأيك قال لي والله أنا شايف هاي قديمة كثير يعني صاري خاف صلحناها ردت رجع وليكوا قريب السعر قال له خلاص حطوا واحدة جديدة حاطوا واحدة جديدة رجع لي هالسيارة بين بيتي وعياتي 10 دايق ربع ساعة بالسيارة طلعت بيها السيارة كبست هاللمسجلة شاعلت منيح والله كبست الراديو كما شغال منيح كثير خير وصلت إلى البيت عند المغرب بدي أجي على الجامع ركبت بيها السيارة أجي كبست المسجلة ما أشتغلي كبست الراديو ما أشتغل جيت على الجامع رجعت على بيتي كبست المسجلة ما أشتغل الراديو ما أشتغل دقيت له تليفون قتل له هاي المسجلة يبدو مثل السيرنقات طبعا الدكاترا استخدام مرة واحدة يعني استخدامه بتكبه قال ليش يا أسان قلت له والله مرة واحدة يشتغلي استخدام ماذا يشتغلي قال خير يلا مكرا بيجي لعندك باخد السيارة من روح لعنده ما هو مراحل عند هذا التاجر أنا ما بعرفه من هو قال له أخي هاي مسجلي ما شتغلت له مرة واحدة وفعلا هو لأنه جرب كمان ما يشتغلي شو بيقل له هذا التاجر قال له عمو أنا مو قدامك طالعت لمسجلي من الكرتونة تبعا قال له مو قدامك شقيت الكيس عنها قال له مو بلا قال له والله شو بدي أعمل لك حظ هادي اللي أخدها مسجلي حظه منحوس يا لطيف الله أكبر حظه منحوس يعني مو أنت الذي تأتي ببضاعة سيئة مو أنت عم تسترخص لما بتشتري وتأتي على أنها بضاعة جيدة وبتطلع هي مو جيدة طيب سامحني يا أيولاك هذا الأخ أنا ما بعرفه بس بجوز يكون صلاته عشرة من عشرة وصومه عشرة من عشرة وحجه عشرة من عشرة بس يا أخي معاملاته المالية صفر من عشرة عند الله عز وجل يعني إذا مرت في الدنيا بس عند الله عز وجل تمر والله لا تمر يا أخوة لا تمر مرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بنت صغيرة جبل وغرب تأخرت هذه البنت طلع يدور عليها ووجدها تلعب مع الأولاد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو لا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك الآن واحد إذا مسك سواك وضرب فيه يعني واحد يعني قد يجل بكت وجعه ما بيساوي شي بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الله سيحاسبه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم يمشي يهادى بين رجلين سيدنا علي والعباس بيصعد المنبر بيقول أيها الناس من كنت هذا كان في مرض الوفاة وبعد ثلاثة أيام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي من كنت أخث له مالا فهذا مالي ولا يقل إن محمدا يغضب من الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب من الحق إذا يلكن أحوه علي أدولي يا لطيف يا أخوان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كيف يا أخوان مسلم هيك بيأكل حقوق الناس بمعاملاته المالية بيقول لك ما في أشي الله يغفرنا خلص أنا كفلان يتيمين والله بده يدخلني على الجن خد مني أنا قل لك شغلة يتيم لأيلي ولا يتيم لأيلك فوتك معي كمان كأنه هو صار سخفر الله لعظيم سخفر الله لعظيم سامحون يا أخوان اليهود اليهودها قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قالوا إنه نحنا حتمسنا النار بس سبعة تيام وبعدين من فوت على الجن مرات المسلم بيصير أسوأ من هيك بيقول لك أنا أبدا أبدا بشي على النار بشي على الجن عفوكم كمان ما بدخل على النار بنوب بنوب أنا كفلان كم يتيم يا أيها الأخ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في بعض الأخوة يا أخوان صلاته صومه زكاته حجه ممتاز علاقاته الأسرية صفر 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 يا لطيف يا لطيف جبار على زوجته جبار على أمه جبار على أبيه جبار على أولاده أولاده صلو أربع سنوات ما بيبعت له النفقة أولاده صغار مسافر هو أولاده بقيه هون مع أمه ما بيبعت نفقة أو هو معاشه وظيفي بينزل على القهوة كل يوم كل يوم والله جاءتني مرأة مرة قاتلي زوجي كل يوم ست ساعات في القهوة كل يوم قلت له يا أختي كل يوم على كل يوم والله اتصل فيه جئت به قلت له أخي حضرتك كل يوم قال إيه من الخمسة العصر للإدعش بالليل كل يوم قلت له يا أخي طيب ما مليت مع وجعك ظهرك مع وجعك جنابك يعني ما خلصوا الأحاديث مع نفس المجموعة كمان يعني أربعة مع بعضون بعض كل يوم قلت له ما خلصوا الأحاديث قال ما بيقدر أنا ما روح قلت له يا رجل طيب أهلك يحتاجون المال الذي تنفقه على القهوة يحتاجه زوجتك وأولاده طيب هلأ هذا هيك الإسلام هيك الإسلام أنه أنا بس أجي صلي قدامكم أو صلي يا أخي وصوم بس بعدين أهمل أقرب الناس إلي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقبوا فالاستقامة استقامة أزمنة وأمكنة وأحوال موضوعات مو بس صلاتك منيحة هلأ بالعكس في ناس مع أهلهم منيح ومعاملاتهم المالية منيحة بس ما بيصلي ما بيصلي لك يا أخي ليش ما بيصلي لك أنت زلم كتير منيح لك صلي قال والله الدين مو بالصلاة هلأ في مشكلة يا أخوان لو قال والله دعولي دعولي أنا أصير صلي والله أنا بدي صلي بس ما أصير نيح بس عندما يقول لك الدين مو بالصلاة طيب لماذا قال الله أقيم الصلاة يعني الله خطأ نمحي من القرآن الكريم استغفر الله العظيم جل جلال الله يا أخوان المسلم إذا ما له معلم ما له مدرسة إسلام ينتمي إليها مشكلة بيطلع منه بيقول لك الدين بالقلب من قال لك يا أخي الدين صح بالقلب بس الدين بالعمل الدين أخلاق لك يا أخي الدين أخلاق بس كمان دين صلاة وصوم وزكاة وحج وشعائر يعني بدنا هذا وهذا وبهذا ارتفعت الأمة الأمة ارتفعت لما أخذت كل منهاج الله تعالى فهذه أنواع الاستقامة الأربع أيها الإخوة سأقرأ نقرأ الحديث الثاني الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى لنختم بكيف يتحلى أحدنا بالاستقامة تفضل وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني أي يلبسني ويسترني قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى قالوا وهي من زوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا التسديد لما فيه تذكروا الرمات لما بدهم يتدربوا ويحطولهم دريئة ويصير بيسدد عليها بيسدد عليها يعني بأنه عينه على المركز هذه الدريئة ويجتهد أن يكون يعني سهمه مرميه بالضبط باتجاه الهدف المطلوب بشكل مستقيم ويصيب الهدف هذا هو السداد سددوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شباب خلص هيك اعملوا اطلعوا دائما على رضا الله على أوامر الله على نواه الله وأصيبوا الهدف بالضبط هلأ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأننا أحيانا ننسى أحيانا تزل أقدامنا أحيانا ينحرف هيك نظرنا يمنة أو يسرب تنحرف يدنا يمنة أو يسرب نخطئ نترك أمر الله نعتدي على حد من حدود الله فقال قاربوا يعني إذا ما أصبت الهدف بضبط الهدف بضبط فكون قريبا منه إذا ما لزمت مية بالمية بس كون تسعة وتسعين كون خمسة وتسعين كون تسعين بس خليه قريب من رضا الله تعالى سددوا وقاربوا وعلموا بأنكم لو سددتم ولو قاربتم لن يدخل أحدكم عمله الجنة بتكون فضل الله حتى يشملكم بعنايته قالوا ولا أنت يا رسول الله أنت أحسن عبد عبد الله قال وانا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي الله تلبسني رحمته لبس الشاهد من هذا الحديث أيها الأخوة سددوا سددوا يعني كونوا مستقيمين يعني قل آمنت بالله ثم استقيم صير من جماعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقض وسبق أيها الأخوة أنواع الاستقامة الأربع الآن من أهم ما في هذا الدرس ما الذي يعينك على الاستقامة كيف كيف هيك بدك تضل أنت الحمد لله الحمد لله مقبل على الله عز وجل حنظلة مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نافق حنظلة قال ماذا ليش أنت عم تقول أنني منافق قال يا رسول الله إن إذا كنا عندك كنا وكأن الطير على رؤوسنا حتى إذا عافسنا الأهل والولد نسينا كثيرا مما تقول نكون قاعدين بالجامعة بالدرس نحس حالنا يا لطيف ملائكة حنصير من روح على شغلنا من روح على نسواننا من روح على أعمالنا من ننسى كثير والله أبا أنت أنا يا رسول الله منافق لأنه قدامك كيك مظهر وقال 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 بطريقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على أسرتكم هيت تنزل عليهم الملائكة ما الذي يعينك على الاستقامة أول ما يعينك على الاستقامة اللجأ من أجل هذا شرع الله تعالى لنا في كل يوم وفي كل صلاة وفي كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم شو معنات اهدنا الصراط المستقيم ما أنت يا أخي مهدي ليك عم تصلي قال العلماء معنا اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب ثبتنا على الصراط المستقيم يا رب لأنه إحنا رأينا بعيوننا أناسا كانوا يصلون وتركوا الصلاة كانوا يقرؤون القرآن وتركوا القرآن كانوا ينضبطون بأوامرك وتركوا انضباط بأوامرك دخيلك يا رب ثبتني على الصراط المستقيم دخيلك يا رب زدني التزاما بالصراط المستقيم فلذلك يا أخوان نصيحة سلوا ربكم لما بتدعوا الله مو كل الدعاء أكل وشرب وزواج يا رب مصاري يا رب اتجواج يا رب بدي سافر يا رب يطلع لي فرع منيح بهالجامعة يا رب بصير معاشي ثلاثة مليون ليرا يا رب دخيلك جوزني فيه وحدة بالديارة يا رب تبعتلي عروس بنت حلان طيب ماشي الحال بس مو كله أكله شربه وزواج يعني كمان بس هيك يعني دعاك قول يا رب اهدن السراط المستقيم قول يا رب اكرمني بتقواك قول يا رب اكرمني بالهدى والتقى والعفاف والغنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسن القرآن الكريم وفي الآخرة حسن وقنا وذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا دخيلك يا رب انت هديتني لا تجعلني من التي نقضت غزلها انكاثا انقلب اعوذ بك من الحور بعد الكورو اعوذ بك من الضلال بعد الهدى ما الذي يعينك على الاستقامة اول شيء اللجأ الى الله والحية الحية يا اخوان الاستقامة صعبة صعبة لانه الامتحانات شديدة والله بيقل لي احد الشباب تاجر بالحرية قال لي الساز فاتت لعندي بنت من اجمل ما خلق الله قالت لي بدي المبلغ الفلاني مبلغ بسيط قالت له خز ما شرت يا لطيف شيء صعب يا اخوان شيء صعب عندما تأتي الفتنة لعندك مرات انت بتكون بعيد عن الفتنة يا اغي وعم تغط بصرك وعم تهرب قالت له غير الفتنة اجيت لعندك احد الاطباء قال لي دخل علي مريض مع اخته واخته جميلة قال لي انا اعالج هذا المريض ما لعيد غير اخته اجيت صار يتقف مو قبالتي هو التفت عنها شو بده فيه ويعا بعالج مريض قال لي جاءت الي وشدت لي المريول تبعي شيء صعب طالب جامعة يسكن مستأجر من محافظة اخرى مستأجر هنا قال لي والله يا استاذ انا وببيتي مستأجر هو لوحبه اندأ هالباب فتحت هالباب واذبنت دفعت الباب ودخلت يا لطيف صارت بقلب البي قال لي ما اتبلكم ماذا يعني بده يصرخ بده يعيط قال لي هربت تركت البيت وهربت يا الله الله لا يبتدينا يا اخوان بس هذا الرجل نجح في هذه اللحظة شيء صعب مرات انسان محتاج لمبلغ مالي احوج ما يكون للالف بيجي من يقول له هذه مئة هذه مليون بس اسكت عن هذا الخطأ مرر هذه المرقة مرر هذه المعاملة شيء صعب شاب يكون قاعد بما يعرف في المكان بيجي واحد بده يعطيه سيجارة بقلب هذه السيجارة فيها حشيش شيء صعب يا الله يثبتنا بقوله الثابت يا رب دخيلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بده لجأ الى الله بده ضراعة حتى تستقيم على هذا الامر والله سعادتكم يا اخوان ويا اخوات بالاستقام والله يا بنتي لما بتستقيمي على امر الله شيء صعب عشرين واحدة بيجون عندها ليش لابسي مانطو كبرتي حالك ما عاد حدا يتطلع فيكي خلي المانطو ينفعك لك ما حدا حيتجوزك ايمي على الراسك شو بالدنيا حراء الدنيا شو حاط على بدنك الله أكبر شو بده تصوت هاي البنت شيء صعب يسخرون منها يسخرون منه بس لانك تجي على الدرس بل شو بيستقفوا فيك ويستهزئون بك يا رب دخي لك تثبتنا في هذا الطريق كيف يحافظ أحدنا على الاستقام واحد اللجأ إلى الله تعالى اثنين لزوم مجالس العلم ليش لزوم مجالس العلم لأنه يا اخوان اول شيء مجالس العلم حتى يتعلم احكام الله ليستقيم عليها ولا كيف يستقيم على اوامر الله هو اصلا لا يعرف اوامر الله ثم انت خارج مجلس العلم احيانا تضعف يأتي مجلس العلم يرفعك يشدك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل خطوة تخطوها إلى المسجد انت وجاءين الى على المسجد من اجل صلاة من اجل مجلس العلم كل خطوة تخطونا انتم تنسوا العد بس الله عز وجل احصاه الله ونسوه كل خطوة ترفع لك درجة تغفر لك ذنبا تكفر عنك خطيئة كل خطوة هذا كل صلاح لقلبك لا تظن يا اخوان حضور مجالس العلم فقط ما تسمعونه ما تسمعونه موجود بس الله وكيلكم تحدث عمليات جراحية في القلوب داخل مجالس العلم الملائكة تعمل في قلوبك بأمر من الله عز وجل يصلح الله تعالى لك قلبك ينظر الله تعالى اليك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم نصيحة يا اخوان يا اخوات حافظوا على مجالس العلم ألزموا مجالس العلم خذوا بأيدي اهليكم الى مجالس العلم ما الذي فمجلس العلم كلما نسيت ذكرك كلما ضعفت قواك كلما غفلت اعادك الى الذكر شايف وانتوا تجدون بانفسكم هيك انه انا كنت والله جيت احضرت درس شديت سهمتي هيك يومين زمان ثلاثة يام زمان حلست حالي بعدين حلست يلا رد مجلس علم جديد رد عدتوا مرة ثانية كل ثلاثة يام مجلس علم كل يومين مجلس علم شو عليه شو عليه ان يران الله وتتعلم احكام دينك يا اخي ما الذي يعينك على الاستقامة واحد اللجأوا الى الله تعالى اتنين لزوموا مجالس العلم ثلاثة الصحبة الصحبة الصالحة الصحبة الخيرة الصحبة التي اذا اخطأت نصحتك صديقك الذي يصدقك لا الذي يصدقك اذا انتله تعال بدنا نعمل معصية بصاخ في وجهك عمر ابن عبد العزيز قال لي من حوله وقال اذا رأيتموني اعوجشته او عمر سيدنا عمر قال خذوا بمجمع ثوبي وقولوا اتقي الله يا عمر لقي لك رفيق هيك اذا انت بتفربط يأخذ بمجمع ثوبك ليقول لك اتقي الله يا فلان هذا بساعدك كثير على الاستقامة اذا كان الشيطان يريد ان يؤثر عليك يبعدك بجهاد الرفيق يأخذك للخير هلأ اكيد اكيد العكس لازم تفعله بان تترك الرفاق للذين يأخذونك الى السوء انت يا بنتي تركي صحبة السيئات صحبة اللواتي يأخذنك نحو الشهوات والله بجوز تكونين مستقيمة فيأخذونك الى الضلال تكونين في خير يأخذونك الى شر كبير صحب يا اخوان تؤثر كثير مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير حامل المسك اما ان يحذيك واما ان تجد منه ريحة حسنة واما ان تبتاع منه نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة فهذه الثلاثة ايها الاخوة تعيننا جميعا على الاستقامة اللجأ والضراعة الى الله تعالى ولزوم مجالس العلم والصحبة الصالحة نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على طاعته نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على ما يحبه ويرضاه نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على ترك المعاصي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ابي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشفع لنا يا حبيبا لله اشتركوا في القناة